منذ فكرة التأسيس وتنظيم الإخوان يبحثوا عن وطن ولم يغادر قادته من السبل فجاجا مهما كان التوأه ركبوا موجات الانقلابات وثورات الشعوب لكنهم كانوا دائما في مقلوب المجن دخلوا اليمن وعاضا ودراويشا فاستوطنوا الزوايا المهجرة واغتنموا من الزمن عتمته على طريقة الخفافيش وتسللوا لواذا عبر موجات وهزات شهدتها اليمن إلى مفاصل الدولة ومراكز القرار وتلك خاصية دنيئة لا تغادرهم باعوا شمال اليمن للقادمين من الكهوف فالسبحة والصرخة يتقاسمان في نقاط كثيرة ليس أقلها الوعد المزعوم وعدائية السلف الصالح من الأمة واستهدفوا الجنوب في عمقه الاجتماعي والاقتصادي واتخذوا من شبوى منطلقا للمشروع التخريبي فاستأثروا بالنفط خراجا محرما على كل طاعم يطعمه من الشبوانيين مهما كانت فاقته وليس الخبر كالعيان لو سألت أي مواطن من محافظة شبوى عن جرائم السلطة المحلية التي يوجودها محمد صالح بن عديو سيجيب بكل بساطة على سبيل المثال منها أكثر من ثلاثين حالة قتل خارقين طاق القانون وأكثر من ثمانمائة وخمسين حالة اختطاف وتعديب واستهداف ما لا يقل عن ميتة فرد من النخبة الشبوانية كذلك استهداف قراء ومناطق بالمدافع واختطاف نساء وأطفال وجهت العائدات إلى حسابات المهاجر ومسارح التسلية وتلك جريمة من جرائم الإخوان في اليمن هؤلاء هم أكابر مجرميها عجوز شمطاء تلتحف النقاب درجة على التناقض تصرخ ملأ صوتها في سفور لا يقبله الشرع وتطالب بحرق أعلام الغرب وتتبجح بعضوية في مؤسساته التواصلية تنادي بالوطن ثم تحتسي كأس خيانته في أقرب حانة إعلامية يرتادها القوم إنها البسوس كرمان يشاركها في الجرم أحد أدعياء القانون والذي يتقاسم معها ثمن الوطن ويسعفها بالصراخ كلما بحت حنجرتها المأجورة وقد يتجاوز التشارك إلى علاقة مشبوهة إنه المدعو خالد الأنسي ثم يبارك الهارب من العدالة تحت تهمة السرقة والغلول عبد الباصط القاعد والذي تولى مهمة الإعلام وكان يشرف على التسويق والتعتيم ويجيد طمس الآثار وحجة الأدلة على طريقة المافيا ويليه في الخداع والتنكر زميله في الإعلام ورفيقه في الانتماء سكرتير مكتب الرئاسة الإعلامي المقال مختار الرحبي متلون يجيد التحور والتنكر والخداع فهو حوثي إخواني لا يهمه التعريف ما دامت صرة مال تخطف وده تلكم هي أبواق التزلف وحراس الوهم الذين يوجهون السباب والشتم عبر منابر إعلامية معروفة التوجه والانتماء بهدف التشويش على مسيرة التغيير والبناء التي ينتهجها المجلس الرئاسي خصوصاً بعد تحرير شبوة وأبيان وخروج الجناح السياسي للإخوان من مركز التأثير وانحسار الدعم الشعبي له والمبني أصلاً على الترغيب والترهيب ترجمة نانسي قنقر